بدأ الطفل يجب ان يأكل. اهم العلامات عندما يستطيع الجلوس. عندما يبدو الطفل اهتمام بالطعام. عندما يتضاعف الوزن. عندما يتمكن الطفل من رفع رأسه. موز رطب. ناطج واحد. نصف حبة افوكادو. ونصف كوب ماء. ضفنا الموز ونضيف نصف حبة افوكادو. تكون ناطجة. طبعا الرضاعة الطبيعية هي مهمة بجانب الطعام. بنضيف نصف كوب الماء. وبنطحان الخليط. هيك اصبح جاهز. متل ما انتو شايفين. الوصفة التانية. قطع من الدجاج صغيرة. تقريبا واحد. تقريبا معلقة واحدة. قطع قطعة صغيرة. نين معلقة كبيرة. رز مخصول جيد. واحد كوب ماء على نار خفيفة. نتركه حتى ينطج تمام. هيك اصبح ناضج. اذا كان الخلط ما بتحمل حرارة بنتركه جانبا نخليه يبرد قليل. بعدين احنا بنطحنه. بالخلط. وهيك اصبح جاهز. كتير كتير هو روعة. الوصفة التالتة. جزرة صغيرة. بنكشرها. وبطاطا حجم صغير واحدة. بنعمل مكعبات وشوفان معلقتين كبيرة. خوب من الماء. بنقطع الجزر والبطاطا الى مكعبات صغيرة. هي وصفات كتير روعة تقريبا من سن. ست شهور او اربع شهور متل ما حكينا. ازا ازا زهرت العلامات على الطفل. علامات انه متى يأكل الطفل. على حرارة منخفضة. بنوضع كوب ماء. وبنوضع المكونات. بطاطا وجزرة ومعلقتين شوفان. هيك طبعا نترك على النار هادئة حتى تنضج. التخزين التخزين. في التلاجة صراحية التخزين لليوم الثالث فقط. اكترت شي تلاتية باكتر شي. نطحن مكونات. جيد ويك اصفحات جاهزة. وشاركوا الفيديو الاخرين حتى الكل يستفيد. في امان الله. تزرونا بوصة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. ماه السلامة.